موسيقى الاطلال هي الامور المتبقية من الاماكن والبيوت هكذا يعرفها علماء اللواء ربما نراها ايضا في رحلة الالف ميل وفي القصص والتعليم وبين اغلفة الكتب نعم سيحدث هذا ان كنا في رحلة مع وزير العدل السابق وامين رابطة العالم الاسلامية الدكتور محمد العيسى والتي صنعت منه الاطلال الخاصة شخصية جادة ذات فكر مستقل ترغب في النجاح ولا تؤمن بالخسارة موسيقى ولدت ونشأت وتعلمت حتى اتممت ولله الحمد المرحلة الثانوية في محافظة شقرة بمنطقة الرياض وهي بلدة تاريخية كما هو معروف تبعد عن الرياض تقريبا مئة وثمانين كيلو متر كانت المرحلة الابتدائية تمثل ايام الطفولة الجميلة فيها بداية التكوين الحقيقي لي باعتباري ولله الحمد مسلما ومواطنا تم في هذه المرحلة تشكل المشاعر تجاه مفاهيم الدين وايضا معنى الوطن والوطنية وتجاه المجتمع والحياة بشكل عام تمثل الحياة الاولى لكل شخص تمثل اهمية بالغ سواء كانت تتعلق بالتأسيس العاطفي وهو المتعلق بالمشاعر او التربوي او التعليمي طبعا يدخل في ذلك التأسيس الفكري او بمعنى ادق ما يسمى بصياغة تفكير الطفل والشاب الركيزة الاساس في هذا هما الاسرة والمدرسة تعلمت من الوالدين رحمهم الله في هذه المرحلة تحديدا كيف يفكر الانسان بثقة تامة وباستقلال طبعا استقلال لا يخلو من الاشراف المناسب وبحكمة الاشراف ايضا لا انسى ما للوالدين من مواقف الحقيقة تدرس اذكرها واستحضرها دوما واصبحت كالملهمة بالنسبة لي اعود لاقول بانه في المرحلة الجامعية كانت الدراسة في كولية الشريعة تركز على مادتي الفقه واصول الفقه تميزت هذه الدراسة بانها لا تنحصل في مذهب معين بل على المذاهب الاسلامية الاربعة والترجيح بينها بحسب الدليل وليس غير الدليل في هذه المرحلة الجامعية كان هناك تأصيل للعقلية الفقهية وذلك من خلال الامام بالقواعد الفقهية والاصولية وكنت شغوفا اكثر بعلم اصول الفقه مع اهتمامي طبعا بالفقه في المرحلة الجامعية لازمت بعض القامات العلمية لازمت اكثر معالي الشيخ بكر بن عبدالله ابو زيد رحمه الله وتأثرت بمنهجه العلمي وايضا بغرامه في جمع الكتب وقراءة مطولاتها وايضا بجزالة العبارة في كتاباته العلمية كان رحمه الله حالة سثنائية في جزالة الاسلوب العلمي وحقيقة لا اعتقد ان احدا في العصر الحديث وصل الى مستوى في العبارة الشرعية الممزوجة احيانا برونق العبارة الادبية ولله الحمد تشرفت ايضا باشرافه علي في رسالتي الدكتوراه الحقيقة في هذا السياق هناك كلمة حق يجب ان تقال وهي ان دراستنا في المرحلة الجامعية في كلية الشريعة بالرياض كانت دراسة متينة وعميقة وكانت ترسخ الفقه الاسلامي واصوله وفق المنهج الواسع والشامل وبعيدا ايضا عن مفاهيم التطرف وهو ما يجعلنا على قناعة تامة بان نزعة التطرف لدى البعض لا علاقة لها مطلقا بتلك المناحج ولا بعموم اعضاء هيئة التدليس طبعا قد يوجد في ذلك الوقت بعض الاساتذة محل ملاحظة فكرية لكن هذا في حالات قليلة هي حالات استثنائية وليست قاعدة هي وإن كانت حالات استثنائية الا انها تظل غير مقبولة لكن الغالب الاعم ان التطرف نشأ مع الاسف في محاضن كانت خارج الاطار الاكاديمي نعم كان لبعض المحاضن الاكاديمية دور في الترويج لتطرف في ذلك الوقت لكن كما قلت لم يكن ظاهرة سائدة بل كان في حالات قليلة بدليل ان السواد الاعظم من الخارجين كانوا على خير حال لله الحمد واذا قلنا بغير ذلك فاننا لا بد ان نقول باننا درسنا في محاضن اخرى وبالتالي سيكون هناك مخرجات سلبي ولكن هذا غير صحيح مطلقا بل درسنا في مؤسسات اكاديمية موثوقة طبعا لا ننكر ان هناك اختراقات وقد تم العمل عليها من قبل التنظيمات المتضرفة وبمهنية ايضا مع بالغ الاسف ولكنها كانت في الطوق بحمد الله نعم اثرت لكنها مؤخرا حوصرت تماما ايضا وحتى لا انسى كانت في ذلك الوقت كتب الصحوة على اشدها وخاصة كتب سيد قطب ويعتبر الرمز الاخواني ويعتبر الاديب الاخواني الذائع في ذلك الوقت ولكن بحمد الله بالرغم من قراءتي لعدد منها لم اجد لها اي تأثير والسبب بفضل الله ان التدين الذي تربينا عليه كان محصنا بل لم نجد من المعلمين من سوق تلك الكتب الصحوية وهذه نعمة من الله عز وجل لا شك ان للمعلم دورا كبيرا في التأثير على طلابه وفي توجيهه ولكن كان لهذه الكتب الصحوية تأثير على البعض بسبب ما حصل من تسلل لها ولأسباب عدة وكان لهذا تسلل اثار مست المجتمعات الاسلامية عموما مستها باذا وعلى عدة محاور يعني لم يكن بلدا معينا بل عدد من البلدان وكانت الحقيقة البداية الفاعلة لتسللها لدينا في حدود عام 1400 للهجرة الذي ساعد التطرف على بعض التسلل وخاصة تسلل جماعة الاخوان المسلمين كان عن طريق دروس في مجالس خاصة وبعد النشأة والتعليم بدأ يتضح ان الشيخ محمد العيسى يملك فكرا مختلفا يجد من خلاله فهم طبيعة بعض امور ربما لم ينظر لها او يحللها بهذه الطريقة احد قبله اللغة العربية هي لغة القرآن وهي بحمد الله عز وجل محفوظة بحفظ الله عز وجل لكتابه من المهم في هذا السياق ان ننبه على اهمية القيام بحراسة هذه اللغة لنكون من جنود الله الذي نسخرهم جل وعلا لحفظها مع بالغ الاسف هناك من يسعى بعلم او بدون علم لتقليص حضورها ومن العربي انفسية مع انها لغة رسمية من بين لغات الامم المتحدة الست فضلا طبعا عن كونها لغة القرآن الكريم موقف لا بد ان نذكره فهو يذكر ويشكر فالمملكة العربية السعودية احتفت احتفاءا كبيرا باللغة العربية سواء في التعليم او غيره وتوجى ذلك بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وهو مجمع مهم جدا يذكر فيشكر وسيقدم بعون الله عز وجل ما يتطلع اليه الجميع في خدمة اللغة العربية ايضا من الامور التي كانت تستهويني في مرحلة الدراسة الاولى الاهتمام باللغات وذلك امتدادا لاهتمامي الشغوف بالعربية تركز الاهتمام على المصطلحات واثناء ممارسة هذا الاهتمام وجدت اخطاء في ترجمة بعض المصطلحات واحيانا اخطاء فاجهة ولسيما في ترجمة المصطلحات الاسلامية ويحساسة ودقيقة مثل ترجمة الجهاد بفايتينغ الصحيح ان يترجم بسترايفينغ لان الجهاد له اكثر من معنى وليس القتال فقط وبهذه المناسبة نشير بان الجهاد في الاسلام الذي يقصد به القتال في احد معانيه كان للدفاع فقط ولم يكن يوم من الايام هجوميا لفرض الاسلام كما يتصوره البعض خطأا المسلم الحق متسامح مع الجميع ولذلك المسلم الحق حيث ما حل وحيث ما رحل فانه يرفع راية السلام والوئام والمحبة والصداقة الاسلام دين سلام دين منفتح على الجميع دين محب للجميع دين يؤمن بقوله جل وعلا لا اكره في الدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخاطئة ترجمة السماحة ويتفرع عنها التسامح هذه تمت ترجمتها كما هو السائد بتالورانس وهي ترجمة غير دقيق والصحيح فوركيفنس عندما اريد المعنى في الاسلام ولا ادق منها لنيانسي وقوفي عند هذه الترجمات الترجمات تحديدا كان مؤخرا ولكن القصد انها امتداد الاهتمامي السابق باللغات وتحديدا المصطلحات ايضا كان من ضمن الاهتمامات في المراحل الاولى للتعليم قراءة بعض كتب الفلسفة ولكن كان المتوفر في ذلك الوقت الكتب المترجمة نعم توجد كتب لمؤلفين عرب عن فلسفة سقراط افلاطون ارسطو ولكن لحظت ان بين بعضها تناقضا في المعلومات عن الفيلسوف الواحد ما يجعلك تشكك في مستوى دقتها او حتى امانتها العلمية من الكتب المترجمة كتب عن ريني ديكارد وفولتير وهما فرنسيان كما هو معلوم وكذلك الفيلسوف الالماني ايمانويل كانت الذي يعتبر اخر فلاسفة ما يسمى بعصر التنوير الاوروبي حتى انه قيل انه مؤسس العقل الاوروبي الحديث ولا تزال بعض حكم هذا الفيلسوف في ذهني حتى الان اذكر منها على سبيل المثال قوله بان الغضب هو الخطأ الذي نعاقب به انفسنا على خطأ اقترفه غيرنا طبعا لست مع مطلق تشاؤمه عندما قال بان السلام الدائم هو في المقبرة فقط صحيح الحياة فيها صراع لكن لا نواجه ذلك بهذا الاسلوب يجب ان نقول بان في الحياة املا وتفاؤلا دائما تلك الكتب الفلسفية تم التعرف عليها اكثر في المرحلة الجامعية وهي في العموم مترجمة عن الفرنسية والالمانية طبعا على ما في هذه الترجمات من اشكالات بدليل الدليل على هذا ان تغير بعض المعاني من ترجمة لاخرى وتغير كبير حقيقة تظلت ترجمة معضلة كبيرة والعمل المهني المتميز في الترجمة يعتبر نادرا جدا الحقيقة لا اريد ان اطيل في هذا لكن احببت ان اقول بان هذه الامور كانت تستهويني كثيرا من المرحلة الثانوية وايضا من بداية الدراسة الجامعية وهي مهمة للغاية وجاءت امتدادا للميور اللغوية فقد كنت شغوفا باللغة العربية حريصا على معانيها وان تنقل هذه المعاني الى اللغات الاخرى بكل دقة انطلق الدكتور محمد العيسى في العمل وصعد السلم بخطوات ثابتة وبنجاحات مبهرة حتى وجد نفسه في المكان الذي يحبه كاميم لرابطة العالم الاسلامي وكأن انهاك العمل والقراءة طوال السنوات الماضية كافأه في النهاية بما يحب مهم ان اشير ايضا الى اني واصلت التزود بالمباحث القانونية بعمق اكثر وذلك اثناء عملي قاضيا اداريا في ديوان المظالم طبعا على ما يقارب الخمسة عشر عاما وفي هذه الفترة قرأت بتمع كبير كتاب روح القوانين لمونتسكيو وهو في الواقع اوسع من كونه كتاب قانون بمفهومنا المعاصر طبعا مونتسكيو فيلسوف فرنسي في القرن الثامن عشر الميلادي وهو اول من استحدث عبارة روح القانون في مقابل عبارة نص القانون وهنا اشير الى ان علماء الشريعة الاسلامية سبقوه الى مصطلح مقاصد الشريعة التي تعني بمعنى اخر روح النص جاءت تلك القراءات القانونية نظرا لحاجة في القضاء اليدالي الى مبادئ ونظريات القانون اليدالي ايضا قراءت في عدد من المبادئ القضائية في القضاء اليدالي لدى عدد من الدول لكن طبعا الاساس القضائي في جميع الاحوال هو تحقيق العدالة والتي ترتكز على العدالة الاسلامية ولله الحمد هناك نصوص شرعية تمثل دستور المملكة العربية السعودية وهذه هي المرتكز وهناك نصوص نظامية ولائحية كذلك يجب اخذها في الاعتبار تم التواصل اكثر مع الجانب القانوني عندما كنت القي محاضرات في جامعة الملك سعود في مادة القضاء اليدالي وايضا في المعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في نفس المادة وكانت تلك المحاضرات تجمع بين المادة الشرعية والقانونية وايضا الصور القضائية التطبيقية ايضا تم التواصل في الجانب القانوني اكثر واكثر عندما كنت اناقش رسائل ماجستير ودكتوراه ذات سلة بتفريعات مباحث القانون العام بعد التخرج في كلية الشريعة عملت في القضاء العام ثم انتقلت بطلب من شيخي الدكتور بكر ابو زيد رحمه الله الى هيئة كبار العلماء كباحث علمي في ذلك الوقت والتي اصبحت عضوا فيها فيما بعد ثم انتقلت بعد حصولي على الدكتوراه بتوصية من شيخي رحمه الله الى العمل الاكاديمي بعد ذلك انتقلت الى القضاء لداري في ديوان المظالم وبعد ما ترقيت الى درجة قاضي تمييز تم اختياري من قبل معالي رئيس ديوان المظالم لأكون نائبا له بدرجة رئيس محكمة تمييز وكان ذلك في عام 1428 للهجرة بعد سنتين تقريبا تعينت وزيرا للعدل وذلك في عام 1430 ثم اثناء فترة عملي وزيرا للعدل وتحديدا في عام 1433 للهجرة كلفت برئاسة المجلس الاعلى للقضاء اضافة لعمل الوزارة في هذه الفترة واصلت مثل غيري من وزراء العدل السابقين واصلت منتهوا اليه من التطوير العدلي حيث كان لكل منهم بصمة في التطوير رحمه مات وحفظ منبقي طبعا كان ذلك بحسب ما استطعت من جهد انا والعاملين معي في الجهاز والحقيقة ان منظومة التطوير في اي قطاع لا يمكن اتتوقف وهي في حاجة ماسة للابداع والمواصلة ولا يزال القطاع العدلي يواصل التطوير حتى اليوم بحمد الله وهو يلقى دعم كبيرا مثل غيره من قطاعات الدولة من اجل الوصول لطموح الرؤية التاريخية رؤية عشرين ثلاثين التي يقودها باقتدار صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز يحفظه الله بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز يحفظه الله بعد العمل في القطاع العدلي عملت في رابطة العالم الإسلامي ووجدت في منظومتها المتنوعة ما ينسجم أكثر مع اهتمامات العلمية والفكرية كانت الرابطة حقيقة هي البيئة التي كنت أحلم بمثل بيئتها وذلك منذ بدايات اهتمامات العلمية والفكرية للرابطة كما هو معلوم مجالس ومجامع وهيئات عالمية ذات تأثير وأهمية مثل المجمع الفقهي الإسلامي وهيئة علماء المسلمين والمجلس الأعلى العالمي للمساجد والهيئة العالمية العقوقيين علاوة على منظومة الرابطة العالمية للأعمال الخيرية الإغاثية والرعوية والتنموية في الرابطة كان هناك تواصل علمي وفكري كبير في الداخل الإسلامي أسفر ولله الحمد مؤخرا عن إصدار وثيقة مكة المكرمة وإنشاء هيئة لها وجائزة السنوية لها ولمجمع الفقه الإسلامي لا أبالغ إذا قلت بأن عموم مفتي وعلماء العالم الإسلامي هم من ضمن منظومة رابطة العالم الإسلامي سواء في مجلسها الأعلى أو مجالسها وهيئاتها ومجاميعها الأخرى أيضاً تم التواصل الحضاري مع أتباع الأديان والثقافات للعمل في دائرة المشتركات هذا طبعاً فضلاً عن إضاح حقيقة ديننا الإسلامي المهم نتج عن ذلك كله وجود شركاء للرابطة على مستوى كبير في المؤسسات الدينية حول العالم وتحديداً مع قادة الأديان وأيضاً شركاء مع كبرى المؤسسات الفكرية حول العالم حقيقة عززت الرابطة من رقمها المهم والمستحق حول العالم سواء داخل العالم الإسلامي أو خارجه أيضاً أسهمت وبشكل كبير لله الحمد في تعزيز التعايس والوئام داخل مجتمعات التنوع الديني والإثني أكرر اعتزازي بوجود بينكم هذه الليلة وسعادتي الغامرة بهذا اللقاء وسعادتي أيضاً الغامرة في مشاركة أصدقاء المركز وأصدقاء الجالية الإسلامية من غير المسلمين من الذين تعاونوا معكم وتعاونتم معهم لتحقيق الخيرية العامة وشكراً لكم السلام اشتركوا في القناة لطائفة المرمن المسيحية في مركز الطائفة في يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية لقينا في ذلك ترحيباً كبيراً وعززنا علاقتنا مع هذه الطائفة المهمة والتي تعتبر أكثر الطوائف المسيحية بالنسبة لعدد الأتباع أكثرها انتشاراً حول العالم وأيضاً أكثرها في دعم الأعمال الخيرية شاهدنا هناك مصانع الأغذية الخيرية لديه وإعادة تدوير الملابس يعني كان عمل كبير جداً وكان أيضاً لنا علاقة قوية عززناها مع الطائفة الإنجيلية والعديد الحقيقة من الطوائف المسيحية وأيضاً بقية أتباع الأديان ولا تزال الرابطة مستمرة في تعزيز التفاهم والحوار وحتى التواصل الحضاري مع مختلف الثقافات هناك مشتركات ونكرر بأن هذه المشتركات مهمة لتعزيز السلام والوئام بين الجميع كنا نقول ولا نزال نقول بأن عشرة بالمئة من المشتركات الإنسانية كفيلة بإحلال السلام والوئام في عالمنا الحقيقة البعض يتساءل ويقول كيف تقومون بالدخول في الكنائس والكاتدرائيات والكنس وتزورونها في هذا أجيب بأننا نزورها لنقول لهم بأننا لسنا ضد وجودكم وأننا ندعو للتعايش مع الجميع وأننا نؤمن بسنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع وأن لكل دينا وأن هذا لا يؤثر على ما يجب بيننا من السلام والوئام والتفاهم وهذه أمور مهمة رسائل يجب أن تصل للجميع هناك من قبل بعض اليمين المتطرف من أعطى تصور سيء عن الإسلام والمسلمين هذه أمور لا شك أنها في غاية الأهمية وتحقق العداف المنشودة كان هناك أيضا تحدي آخر في مواجهة حملات وشعارات الإسلام وفوبيا مواجهتها بالقوة الناعمة حيث الحكمة في التواصل والحوار وبالفعل نعتقد أننا قطعنا شوطا لبس به في هذه المهمة كان هناك حوارات مطولة مع أشد اليمين المتطرف في أوروبا وكثير منهم الآن ولله الحمد أصدقاء لرابطة في العالم الإسلام نتذكر بهذا قول المولى جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم غالب الحوارات مع أتباع الأديان والثقافات ومع المراكز الفكرية وكذلك مع اليمين المتطرر غالب وكان ينصب على كشف عدد من المفاهيم المغلوطة والتي نشأت إما عن معلومات مبتسرة أو معلومات أحادية ذات فهم خاطئ أو مغرض أو نشأت عن تحميل الإسلام أخطاء ومجازفات بعض المحسوبين عليه والحقيقة أن البعد عن الحوار الفعال وانا أكرر على كلمة الفعال البعد عن ذلك ولد المزيد من التوجس والخوف من الإسلام بل وكراهيته وهذه مسؤوليتنا في أننا نقوم بما يجب في إضاح الحقيقة مسؤوليتنا ومسؤولية أي غيرنا أيضا من المهم أن أشير بأن الرابطة عززت من مستوى الوعي ولله الحمد في الوجدان الإسلامي بشكل كبير وبحسب طبعا استطاعتها وأيضا عززت من التواصل مع أتباع الأديان والثقافات وخصوصا ترسيخ الوعي في بلدان الأقليات الإسلامية ولسيما أهمية أن يستوعبوا المعنى الحقيقي لاحترام الدستير والقوانين والثقافة العامة وعدم الخلط بين ذلك وبين المحافظة على هويتهم الدينية جاءت أفكار صدام وصراع الهوية مع الأسف من قبل حملت أفكار ما يسمى بالإسلام السياسي وتحديدا كما هو معلوم جماعة الإخوان المسلمين عموم الدستير الغربية على وجه الخصوص هذه لا تتدخل في الحريات الدينية بل إنها تضمن هذه الحرية وتحرص على حمايتها لديهم تنوع ديني كبير ولديهم تعقيدات في هذا وتعقيدات تاريخية هم حريصون جدا على ألا يكون هناك صدام ولا صراع في هذا الشأن بالتالي يمكن نقول أنه لا يوجد الحقيقة صراع هوية إلا في أذهان البعض ويغذي هذا الوهم أفكار ما ذكرنا من أفكار ما يسمى بالإسلام السياسي لأنها قائمة على الصدام والصراع وتهييج العاطفة الدينية المجرد عن الوعي كما أن قاعات الأمم المتحدة فتحت لنا أبوابها لتقديم مبادرات رابطة العالم الإسلامي ولقينا في هذا ترحيبا كبيرا حصل ذلك في نيويورك وجينيف وقمنا مؤتمرا في نيويورك وجينيف وكان مؤتمرين مهمين للغاية نتج عنهما ما يقارب الثلاثين مبادرة بآلياتها التنفيذية مؤخرا جاء العمل المسترك مع المؤسسة الأكاديمية للأمم المتحدة وهي جامعة السلام من خلال عمل علمي شارك في إعداده عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والفكرية حول العالم كذلك لا أنسى أن الرابطة عملت ولله الحمد على تعزيز العلاقة مع إخواننا الأعزاء في الشيشان وخاصة بعد اللبس الحاصل على خلفية مؤتمر جروزني لقينا من إخوتنا الأعزاء في جمهورية الشيشان كل تقدير وانتهى كل شيء إلى خير حال وبقيت الأخوة والمحبة والتفاهم كما تشرفنا أيضا بدعوة فخامة الرئيس الشيشاني السيد رمضان قادروف بإلقاء أول خطبة جمعة في أكبر جوامع ربا والذي تم تشييده في جروزني كانت الخطبة بحضور فخامته وحضور كبار الشخصيات الإسلامية من علماء والسياسيين الذين حضروا حفل افتتاح هذا الجامع وإذا كان هناك من تحد في الحقيقة تجاوزته الرابطة بنجاح تاريخي فهو الحلم الكبير لإصدار وثيقة مكة المكرمة حيث تطلب الأمر جمع مفتي وكبار علماء الأمة الإسلامية من كافة المذاهب والطوائف تم جمعهم ولله الحمد على كلمة سواء هي بنود وثيقة مكة المكرمة وهو ما تحقق بفضل الله عز وجل وبما يشبه الإعجاز أذكر قصة مع كاردينال أكبر كاتدرائية في شمال قارة أمريكا وهو رئيس كاتدرائية نيويورك الشهيرة والذي استقبلنا واحتفى بنا حفاوة كبيرة وبعد اللقاء به فاجأني بطلب قال بما معناه لدي شفاعة لأحد العاملين في الكاتدرائية فقلت أهلا وسهلا فيما أستطيع وإذا به يتوسط لحارس الكاتدرائية وهو مسلم بأن يحج ضمن حملة رابطة العالم الإسلامي السنوية وبالفعل وبعد استكمال الإجراءات النظامية حج حارس الكاتدرائية معنا ضمن الوفد السنوي لرابطة العالم الإسلامي دخلت الرابطة في حوارات عالمية مفتوحة وتمثل كذلك زوايا حادة في السجال الفكري والثقافي وتجاوزتها بنجاح كبير بفضل الله عز وجل والدليل على ذلك هو مستوى العلاقات الدولية التي كسبتها الرابطة أذكر كمثال على الحضور العالمي والمؤثر للرابطة أننا تلقينا دعوة فخامة الرئيس السريلانكي للإسهام في إنهاء المشكلة التي حصلت على إثر التصعيد الطائفي الذي أعقب تفجيرات كولومبو قمت بزيارة سريلانكا وتمت نصيحتي بأن أقوم بزيارة مدينة كاندي والتي تمثل مركز عدد من القيادات البوذية لقينا هناك بحمد الله ترحيبا فها قد توقعت بل كان من الطرائف الجميلة أن أحد المسؤولين البوذيين من تقديره البالغ لوفد رابطة العالم الإسلامي أهدى لنا فيلا المهم أن هذه الزيارة انتهت إلى نجاح كبير وحصل هناك احتفالية تاريخية جمعت الكل على المحبة والإخاء الوطني من جديد بعدها قلدنا الرئيس السريلانكي وسامة الجمهورية تقديرا للجهد الذي قامت به الرابطة وأذكر أني بعد هذا ببضعة أشهر كنت في أحد الفنادق في محافظة جدة التقيت بأحد المشرفين السريلانكيين داخل الفندق وبعدما تعرف عليه قال لي مبادرا بأن الذي عملته رابطة العالم الإسلامي في سريلانكا لا يمكن أن ينسى والحمد لله على فضله اشتركوا في القناة